ما بين كلمة صح وكلمة غلط مسافة بتخلي الصح درجات والغلط برضو درجات عشان كده حتى في الدين في حاجة اسمها زنب أو سيئة حاجة اسمها خطيئة أو كبيرة من الكبائر واللي ممكن يبقى غلط عند الناس ممكن يبقى مصيبة كبيرة عند الناس تانية لأن الصح والغلط نسبي بتختلف حسب الثقافة أو العادات أو العرف والبيئة اللي تربينا فيها إيه انت بقى يا سلوى حسب عرف القرية أو المحافظة اللي انت منها أو في بلدنا أو اللي تربينا عليه كلنا أصعب حاجة ممكن تتعامل بالنسبة لنا انت عملتها لو كان قصدك انت تفتفاضي انه مجرد فتفاضة عادية مع حد غريب بيش حاجة اسمها كده عارفة ليه؟ بيش حاجة اسمها ان انا فتفاض مع حد غريب بدلا ما فتفاض مع اهلي واو جعد مغهم بمشاكلي دول اهلك جاريتك فتفاضتي معاهم يا شيخة يعني لما تدي بك الدنيا أو تحس ان انت محتارة أو تحس انك موجوعة لازم هيكونوا اول ناس تعرف مشاكلك أو يحاولوا يدخلوا ويحلوا قررت يتكلمين مع حد غريب عشان تبعديهم عن مشاكلك حصل ايه؟ واعتي في مشكلة كبيرة قوي وحشة قوي والناس الكبيرة بقت محرجة بسببك ومكسفين من تصرف بنتهم بهدلتي نفسك قصد كل الناس بس عارفة الغلط الأكبر من كل ده كان ايه؟ انه رغم شهدتك الجماعية معرفتيش تفكري بعقلك عيس انا عجبني اوي اصلوا جابلي شوكولاتاية اختيارك من بداية كان غلط استغربت من طريق كلامك وانت بتحكي قد ايه انا حبيته بالسرعة دي انا عجبتني اوي حب عيش عارفة ليه حب عيش؟ واكيد انت بعتها في رسالة زي ما هي حب عيش رغم انه حسب كلامك ما كنتش تعرفيه وطول عمره هو كان عايش في محافظة تانية او في قرية تانية ما تعرفوش بعض طب ايه المغري في الجوازة واننا نتصرع ونتمسك بالجوازة بالشكل ده غريبة انه والدك ووالدتك كانوا مفقين اخوكي الكبير هو المكانش وموافق كان اكتر واحد شايف الصورة صح واضح من شخصيتك انه لعند سيد الموقف ما تزعليش مني يعني دي جدا اول حد عندي هو نفسك عندي عقلك عندي اخوكي بعدين عندي جوزك بقسرتي التليفون وهكلم وهعمل ويه اللي حصل حصل انا مش بلومك والله وعارف انه مفيش حاجة هترجع اللي فات خلاص بس واحنا بنفكر مع بعض لازم اشاورلك كده على كام غلطة اقولك يمكن انا شايفة من بره حاجات انتي مش شايفاها او اقولك على عيوب عشان انتي تخلي بالك بعد كده او يكون دي حاجة من الحاجات اللي وصلتنا لكل ده لازم تلحقي نفسك بقى من الاول خلاص اللي حصل حصل انا مش اقول لغير حاجة واحدة هنعمل ايه؟ الوضع صعب جدا معقد جدا بدأ يمدي ايده فلي بيمدي ايده مرة هييمدها مليون مرة هنعمل ايه؟ هنقعد مع حد كبير او حد محترم في البلد حد هو بيمشي بكلامه يعمل قاعدة نقعد نتكلم كلنا نقول واحد اتنين تلات اربعة واللي حصل حصل اكيد هو زعلان جدا انه وقت ما هو جالك انت اللي رفضتي هو مش هيفكر في وجع حد قد ما هو موجوع واجعته في رجلته لو انت عايز الحقيقة فهو مش هيفكر في وجعك اصلا الضربة كان لازم علم في جسمي والدته توفت وانت ما كنتيش موجودة جنبه دي حاجات كبيرة قوي يرجع ويسامح ونكمل بما يرضي الله بدل ما هو عمال يلوش كده ومش قادر انه يسامح ولا ينسى يا خلاص نتفارق بالمعروف وبرضو قاعدة عرف بدل ما نروح المحاكم لان احنا بيننا بنت فحرام البهدلة دي وناخد حقوقنا بالأدب وبالطريقة ويفضل بيننا الود ومن بعيد لبعيد وما تزعليش دماغك وصلتك لكده وكويس انك لحقتي نفسك وجدع ومش مجبرة انك تدافي عن نفسك وتقولي انا بعتلكك القصة وانا مش مجبرة اني اكد بقوله انه حصل بيني وبينه حاجة او 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 بس ما فيش دخام من غير نار لما كلمناه اتقلنا ببنتي مش بنتنا وبنتي مش مني فهتفكر يا بعد كده الف مرة قبل ما تعملي اي حاجة وتأذي نفسك واللي حصل حصل ترجمة نانسي قنقر